تيجي نشوف منا بابتعمل ايه في البرد ده منا صباح الخير صباح نوري يا احمد صباح نوري يا جمهانا الجو برد ده الجو برد خالص ما ضفتناش حياة جديدة عاوزين نعرف درجات الحرارة درد احنا عاديس عامين ما انتوا خلصوا ناشا الجوية المفروض اطلع اقول ناشا الجوية انتوا خلصتوها فانس انت قلتوا فعلا في شبورة وفي اجواء صعبة وفي موجة مستمرة معانا الايام اللي جاية خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة كده في احوال التقس النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة والتقس هيكون بارد على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وكمان في امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء ده غير ان في شبورة على بعض الطرق السريعة والسحروية درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 16 درجة اعلى درجة حرارة هتكون في 32 درجة والاقل هتكون في كاترين 8 درجات هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بعد قليل لكن لكل الناس اللي ما نزلوش خلينا مدلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور هنبص كده بص سريعة على احوال المرور في القاهرة وخلاص معظم طلاب النقل خلصوا الامتحانات وده طبعا بيقلل الضغط في الشوارع في ساعات الضروة الصباحية خلينا نشوف الطرق ونبتدي من طريق الكورنيش اللي جاي من قدام المؤسسة هنلاقي فيه بعض الكثفات المرورية البسيطة المتحركة والغاية ميدان عبد المنعم رياض لو شفنا بقى طريق الكورنيش اللي جاي من مناطق حلوان والمعادي هنلاقي برضو بعض الكثفات البسيطة عند شارع القصر العيني المتجه لميدان التحرير أما بقى كوبري أكتوبر المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس والتحرير كل الطريق ده بيشهد سيولة مرورية اللي حيكمل أعلى كوبري في اتجاه مناطق غمرة والعباسية هنلاقي بعض الكثفات المرورية حركة السير للسيارات بمحور صلاح سالم للمتجه لنفق المرغاني ومصر الجديدة هنلاقي فيه سيولة مرورية ونفس الموضوع اللي جاي من صلاح سالم لنفق الأزهر ومنطقة الأزهر والجمالية هنلاقي فيها بعض الكثفات لكن كثفات مرورية متحركة مش هتأثر أبدا على الحركة نروح للجيزة ونبتدي من محور 26 يوليو هنلاقي طبعا كثفات مرورية للمتجه لمدان لبنان لأما بقى الجاي من أكتوبر خلال الطريق الدائري بياخد باله أن محور صفت برضو بيشهد كثفات مرورية والغاية إشارة جامعة القهارة لو شفنا بقى شارع الهرم وإحنا عارفين أنه طبعا فيه إصلاحات موجودة في شارع الهرم وفيه أعمال حفر هنلاقي بعض الكثفات طبعا بتظهر مع موعد ذروة الصباح بمنطقة مشعل وشارع العشرين والغاية الطلبية هنلاقي كمان كثفات عالية للمتجه الكبرى الجيزة ولشارع فيصل بمنطقة التوابق والغاية العشرين وهنلاقي كمان كثفات بسيطة عند شارع السودان والغاية جامعة القاهرة والغاية ما بنوصل لمدان النهضة ومناطق بولاء ومبابا عايزين نقول أن فتح شارع البحر الأحمر أسفل الطريق الدائري بعد الانتهاء من تركيب الممر المعدني الخاص بتوسعة الطريق الدائري هيفرق كتير جدا في الكثافة المرورية خلينا نروح للأليوبية الطريق الزراعي للي جاي من القاهرة هنلاقي فيه سيولة مرورية لكن طبعا هنلاقي بعض الكثافات البسيطة عند مطلع الدائري وكمان بعض الكثافات قبل مدان المؤسسة لكنها كثافات بسيطة جدا مش هتاخد مننا وقت أما بقى اللي هياخد الطريق الزراعي المتجه لبنها وكفر الشخ هلاقي فيه عند منطقة كفر الشكر يعني حالة من الانتظام المروري والسيولة المرورية المتجهة لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري هنلاقي كمان فيه بعض الكثافات البسيطة للي جاي من مناطق المرجو مؤسسة الزكاة والغاية منزل الطريق الزراعي ويفضل طبعا طريق شبرى بانها الحر اللي المتجه لبانها أو طنطة هو الطريق الأفضل في هذا التوقيت أسوان اللي عادة مش بتشهد أي تكدسات مرورية هنتابع مع بعض من هناك ونبتدي من مدان السادات وشارع كونيش النيل اللي بيشهد سيولة مرورية طول من تماشي بعض الكثافات دايما بتظهر عند منطقة الفنادق وده بيكونش فيه دلوقتي مش في الوقت البدري ده بعد التمركز ده منلاقي سيولة مرورية تامة على طول الطريق خلصنا جولتنا المرورية المبدئية نروح على طول الأحمد والجمانة ونبتدي معاهم فقراتنا وحلقتنا اتفضلي أحمد والفضلي جمانة شكرا مننا شكرا جزيلا وأكيد هنرجع لك تاني على مدار الحلقة شكرا جزيلا